نحن ماضون الآن بقرار سواء اللي مكتوب الآن أمام منظر سيد رئيس الجلسة أو الطلبات اللي تفضلت بها جنابك الأولى اللي هي تتعلق بإنهاء تواجد القوات الأجنبية بالشكل عام بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك أو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة اللي تتعلق بحصر عدد القوات ومهامها والتفاصيل اللي مذكورة في رسالتك إخواني اليوم الحضور شيعي واسمحوا لي أن أتحدث بصراحة كنت أتمنى أن يكون لا إخوان إخوان بس اسمعوني بس اسمعوني أنا قاعدة أتحدث معاكم أنا قاعدة أتحدث معاكم مولي الإعلام أوقفوا كل الإعلام أطلب من سيد رئيس الجلسة أوقف كل الإعلام كنت أتمنى أن يكون كما اعتدنا في الفترات السابقة وطيلة الصعابة اللي مرت على العراق أن يكون القرار عراقي اليوم أنتم الأخ الأكبر ويتحمل مسؤولية الجميع تتحملون مسؤولية أبنائكم وأخوانكم وأخواتكم من الشيعة ومن السنة ومن الكرد ومن الأقليات في كل أنحاء العراق الله يسلم إلا تسمحوا لي دولة الرئيس إحدى الخطوات اللي قد تتخذها يتخذها للمجتمع الدولي هو إيقاف التعامل المالي مع العراق وأرجو من جنابك أن أتوضح الأخوات والأخوة النواق قد لا نكون قادرين على الإفاءة بالتزاماتنا المالية أمام مواطنين في أي لحظة أنا أطلب من المجلس التصويت على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء لأنه ولو اليوم